قبل أذان الفجر بنصف ساعة فوجئ أحد الصيادرة وهو داخل الصيدلية بواحد من الناس يطرق الباب بقوة وعندما فتح الباب فإذا بشاب في الثلاثين من عمره ملابسه تنم عن بساطة شديدة يصرخ ويقول أغثني يا دكتور زوجتي تجلس بالتوكتوك أمام الصيدلية وفي حالة وضع فقال له الصيدلي أنا صيدلي وهي تحتاج لطبيب نساء وولادة فتوسل الشاب إليه وقبل يده وهو يبكي قائلا إنها تلد وحالتها خطرة ولم تقبلني أي مستشفى خاصة لعدم وجود المبلغ المطلوب معي وتحت ضغط الإلحاح الشديد وحالة السيدة أخذ الصيدلي المشرة وأدوات الغيار المعتادة في الصيدلية وذهب إلى السيدة فوجد أن الجنين نصف رأسه قد خرج فقام بإخراج الطفلة وقطع الحبل السري وأعاد التنفس للطفلة وتعامل مع الحبل السري ثم أخرج المشيمة في ظلام حالك لم يقطعه سوى ضوء خافت من كشاف الهاتف المحمول ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق ثم عاد الصيدلي إلى الصيدلية وبعد نصف ساعة وهو يتوضأ لصلاة الفجر فوجئ بالشاب يعود إليه بعد أن قام بتوصيل زوجته وطفلته إلى البيت يطرق باب الصيدلية ويشكر الصيدلي ويقدم له ثلاثمائة جنيه هي كل ما يمتلك فرفض الصيدلي أخذها وابتسم قائلا له هذا المبلغ هدية مني للمولودة الجميلة فبكى الشاب واحتضر الصيدلي وعاد لبيته كما عاد الصيدلي لبيته وقص لزوجته ما حدث بعدما دهشت من كمية الدماء على ملابسه البيضاء وزادت أسئلتها وبعد عام من ذلك الحدث كانت زوجة الصيدلي حاملا فأخبرتها طبيبة النساء أن وضع الطفلة بالجنب وأنه لابد من الولادة القيصرية وأن الطفلة ضعيفة جدا وهناك خطر على حياتها وستحتاج إلى حضانة قد تمتد لإسبوعين أو أكثر أخذ الصيدلي زوجته لأربعة أطباء فأقروا بما سبق وأن الولادة لابد أن تكون خلال يومين وإلا سوف تكون هناك خطورة على حياة الأم والطفلة ذهب الصيدلي إلى الصيدلية التي يعمل بها محاولا توفير سيولة كافية فلم يستطع في ذلك الوقت توفير المبلغ الكافي للولادة والحضانة وأثناء حيرته فوجئ باتصال بعد ساعة من المنزل احضر حالا زوجتك تعاني من إعياء شديد فأخذها الصيدلي إلى دكتورة النساء التي أخبرته باستحالة الولادة الطبيعية ولابد من القيصرية عندما كشفت عليها تعجبت بشدة وأخبرته أن نصف رأس الطفلة قد خرجت بالفعل تماما مثلما كانت نصف رأس الطفلة مع السيدة داخل التوكتوك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وقد تمت الولادة طبيعيا بمساعدة الصيدلي ولم يستغرق الأمر أكثر من عشر دقائق وكانت المفاجأة الأكبر أن الطفلة بحالة جيدة جدا ولا تحتاج إلى أي علاج سوى قطرة بخمسة جنيهات وسط ذهول الطبيبة عند ذلك علم الصيدلي المعنى الحقيقي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى في قرية يمتاز معظم أهلها بالبخل رغم ما يمتلكون من أموال وأراضي ولد نشأة لأبوين فقيرين وعندما أصبح في سن العاشرة كان من أذكى الأطفال علما وحفظا للقرآن الكريم ولكن في هذا السن مات والده ورفض عمه الغني أن يتكفل به كما لم يهتم أهل قريته بأمره لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فاضطرت أمه للذهاب به إلى إخوتها بالمدينة وهناك تربى وأكمل تعليمه وتفوق وأصبح شابا مثقفا تقيا وعمل مع أخواله بالتجارة وأصبح من الأغنياء وفي يوم سامع أن أهل قرية أعمامه التي ولد بها يريدون بناء مسجد وقد تبرعت الحكومة بالأرض وعلم أن أهل قريته البخلاء ظلوا ستة أشهر لم يجمعوا تبرعات البناء فذهب بسيارته الفارهة الفاخرة إلى المكان المخصص لبناء المسجد دون أن يعرفه أحد وتبرع بمبلغ كبير يكفي لبناء نصف المسجد فرحبوا به وسألوه عن اسمه ولكنه رفض الإفصاح وأخبرهم أنه سيمر بعد شهرين ليرى ماذا فعلوا وبعد شهرين عاد فوجدهم ماضون في تشهيد المسجد فتبرع بمبلغ آخر ثم مضى من دون أن يستجيب لضيافتهم وأخبرهم بأنه لا يطلب منهم إلا الدعاء له وبعد شهر عاد فوجد المسجد قد اكتمل بناءه ووجد أهل القرية بمن فيهم عمه البخيل يستقبلوه بحفاوة وطلبوا منه أن يقبل ضيافتهم له فاعتذر بأدب وأخبره أنه مضطر للسفر إلى أمريكا فورا لحاجة مصانعه إلى خمسمائة عامل سوف يحضرهم من القرى المجاورة لهم ففرحوا كثيرا وقالوا له ولماذا لا تأخذ هؤلاء العمال من قريتنا قال لهم نشأت موافق إكراما لكم على قيامكم بتشهيد المسجد ثم طلب منهم تجهيز جوازات السفر على وجه السرعة ومع كل جواز سفر مبلغ بسيط فقط لزوم مصاريف رمزية وهو سيتكفل بكل شيء من تذاكر وتأشيرات وعمل براتب ممتاز وإقامة فتسابق الجميع لضمان مكان في السفر وفي خلال أربع وعشرين ساعة تم تجهيز خمسمائة جواز سفر ومع كل جواز المبلغ المطلوب فتعجب وقال في نفسه تدعون الفقر ويظل مكان المسجد ينتظر البدء في بنائه ستة أشهر بدون أن تضع حجرا واحدا والآن تخرجون هذا المبلغ الكبير بكل رضا وبعد أسبوعين أرسل لهم جوازات السفر على عنوان المسجد وظل لمدة شهر ينتظرونه ولكنه لم يحضر وبعد شهرين فوجئت القرية بوالدة نشأة التي يعرفها الآباء والأمهات وبعض الشباب وعندما وجدوها تنزل من سيارتها وترتدي أغلى الملابس والحلي شعروا بخجل كبير ثم سألوها عن ولدها نشأة فأخبرتهم بأنه قادم إليهم بعد ساعة مع خاله وصل نشأة مع خاله في سيارة جديدة وعندما شاهدوه أصيبوا جميعا بالدهشة وقبل أن يتحدث أحد فاتح نشأة حقيبة وقال لهم هذه أموالكم التي بخلتم بجزء بسيط منها من أجل مساعدة هذه الأم العظيمة وابنها اليتيم وكأنكم لم تسمعوا حديث رسولنا الكريم الساعي على الأرمالة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ولم يقتصر بخلكم على مخلوق مثلكم بل طال بخلكم للخالق وامتنعتم عن المساهمة في بناء بيت من بيوت الله وأنتم في أشد الحاجة إليه ولا أعرف مفائدة اكتنازكم للأموال وأنتم لا تستفيدون بها في الدنيا ولن تأخذوها معكم عند الموت خذوا أموالكم التي دفعتموها لي ربما انتفعتم بها أنتم وأهليكم اعتثر أهل القرية لنشأت واقتنعوا بكلامه وقرروا التبرع بأموالهم لمن هم في حاجة إليها وطالبوه بالعيش بينهم ليتأكد بنفسه من صدق نواياهم والتخلي عن بخلهم ولما شعر بصدق نياتهم كافأهم هو وخاله وقرر أخذ كل شاب بلا عمل ليعمل في مصانعهما ومساعدة كل فقير ومسكين وأرملة ومن له حاجة ها أنتم هؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم جاءت سيدة يزيد عمرها عن ستين سنة ووقفت عند باب إحدى الجمعيات الخيرية فاستقبلها أحد الموظفين وقال لها تفضلي يا أمي فأشارت إلى كيس معها وقالت للموظف أرجوك عد هذه النقود وأخبرني بعددها أخذ الموظف الكيس فوجد النقود كلها من فئة الجنيه الواحد لا توجد أوراق من فئة الخمسة جنيهات أو العشرة وغيرهما فظن أن هذه السيدة تطلب صدقة ولكنه عد المبلغ فوجده مئتي جنيه وأخبرها بالعدد فأعطته كيسا ثانيا وكانت النقود أيضا من فئة الجنيه وأصبح مجموعما بالكيسين خمسمائة جنيه فسألته السيدة ما هي أبواب الخير التي لديكم فقال لها الموظف طباعة كتب للمسلمين الجدد ورعاية أيتام وأرامل وإفطار صائم وعمرة ونحو ذلك فقالت له يا ولدي قسم هذا المبلغ على هذه الأنشطة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون طلب الموظف من عامل البوفي أن يحضر عصيرا للسيدة ولكنها رفضت وأخبرته أنها صائمة فاستنكر صيامها يوم الأحد فأخبرته أنها تصوم يوما وتفطر يوما وعندما وجدت الدهشة على وجهه قالت له يا ولدي من عشر سنوات لم أكن أقيم الصلاة أو أؤدي الفرائض الأخرى كما ينبغي ومرضت بسبب مشكلة في الكبد وما تركت طبيبا متخصصا إلا وذهبت إليه ولكنني لم أجد علاجا شافيا ومن هنا ضاقت بي الدنيا عجز ومرض وكآبة وحزن فدعوت الله وبكيت وتوسلت إليه أن يفرج عني وفي إحدى الليالي رأيت في المنام رجلا حسن الوجه قال لي حل مشكلتك في الكبد ليست في المستشفيات وإنما في الصلاة فقط ومنذ تلك الليلة وأنا أحافظ على الصلوات بسننها وأول أوقاتها وخشوعها فما اشتكيت من كبدي بعد ذلك وبعد أن فتح الله علي في الصلاة عرفت أن مفتاح الحل لمشاكلي في الدعاء فدعوت الله بكل إخلاص وتواصلت به دوما فأهداني منحة أخرى وهي في الصيام فبدأت أصوم قليلا حتى وجدت فيه لذة ومتعة وصحة فأصبحت أصوم يوما وأفطر يوما ثم فتح الله لي باب الصدقة فأنا أتصدق يوميا بجنيه واحد فقط بعد صلاة الفجر مباشرة لأحظى بدعوة الملك اللهم أعطي منفقا خلفا أضع الجنيه في حصالة ثم أجمع المبلغ في أحد الأيام وأذهب به لإحدى الجمعيات الخيرية وكم أنا سعيدة الآن بعدما أخذت مني هذه الصدقة بعد ذلك طلب منها الموظف أن يوصلها لبيتها ولكنها رفضت لأنها لا تريد أن يعرف حتى أولادها بإخلاصها وصدقتها وقالت له لقد جئت إليكم مشيا على قدمي حتى لا يوصلني أبنائي ويعرفون ما أصنع فهذا شيء بيني وبين الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الشيخ راضي طبيب في الخمسين من عمره وهو مدير طبي لأكبر مستشفيات العاصمة يعرف الله حق المعرفة ويعيش حياته كما أمر الله ورسوله كان عنده بالمستشفى ممرضة كثيرة المشاكل مع زميلاتها ومع المرضى وكان كثير الصبر عليها لأنها رغم عيوبها كانت ممرضة عمليات ممتازة ومحترفة في تخصصها وذات يوم دخل المدير الإداري للمستشفى على الشيخ راضي وأخبره بأن البعض همس له أن تلك الممرضة تسرق بعض الأغراض من المستشفى فقال له نحن لنأخذ الناس بالشبهات لو ثبت عليها شيء بالدليل سأتخذ معها الإجراء المناسب وبعد عدة أيام سمع الشيخ راضي وهو داخل مكتبه ضجيجا عند مدخل المستشفى فنزل ليعرف الأمر فوجد هذه الممرضة عند باب الاستقبال وقد أمسك بها المدير الإداري وقام بتفتيش حقيبتها فوجد بها بعض الغيارات الطبية وزجاجة مطهر وعلبة صغيرة فيها مرهم حروق فقام الشيخ راضي فورا بنهر الإداري وموظف الأمن وألهمه الله أن يقول للجميع بصوت رج المستشفى ما الخبر؟ لماذا تفتشونها؟ هذه الأشياء أخذتها بإذن مني ردوا لها أغراضها واعتذروا لها ثم انصرفوا لقد قال هذا الكلام ليحفظ للممرضة ماء وجهها أمام زميلاتها من باب الستر وقد قرر في نفسه الاستغناء عنها بعد يومين أو ثلاثة عندما ينسى الناس هذا الموقف لأنها وإن كانت سرقت بضع أشياء لا قيمة لها إلا أن مبدأ السرقة وارد ومن يخن الأمانة في القليل اليوم يتجرأ على الكثير غدا في اليوم الثاني ذهبت الممرضة إلى الشيخ راضي وشكرته على موقفه النبيل الذي سترها أمام الآخرين ثم فجأة أجهشت بالبكاء وعرف منها أن زوجها يعمل بورشة لحام وأنه أصيب بحادث حرقت فيه ساقه وأنه يحتاج لغيارات يومية على ساقه المحترقة وهذه الغيارات مكلفة في العيادات الخارجية وأنه قعيد البيت بلا عمل منذ وقوع الحادثة لذلك أرغمتها الظروف لأخذ هذه الغيارات والمراهم طيب المدير الطبي خاطرها وأصدر قرارا بأن يتم صرف الغيارات الطبية والمطاهرات المطلوبة للممرضة يوميا ويسدد ثمنها من صدوق التكافل كما قام بصرف مبلغ كمساعدة لها نظرا لظروفها والظروف زوجها وكذلك أعطاها مبلغا من حسابه الخاص وبعد أن شفي زوجها قام بتعيينه في أعمال الصيانة بالمستشفى هذه الممرضة تغير سلوكها 180 درجة بعد ذلك الموقف ليس في تفانيها المهني فقط بل والتزامها الديني أيضا حيث واضبت على صلاة كل الفروض في أوقاتها وحفظت بعض أجزاء القرآن وحصلت على لقب الممرضة المثالية لسنوات متعددة بعد ذلك وكانت عين وأذن إدارة المستشفى في حماية كل صغيرة وكبيرة بالمستشفى كما كان زوجها يعمل بكل إخلاص وحماسة وتفاني منقطع النظير وبعد فترة مارض الدكتور راضي وترك منصبه لنائبه حتى يتم له الشفاء ويعود من جديد ولكن هذا النائب طمع في الكرسي وحاول مع مدير الحسابات تزوير بعض الكشوف وإخفاء الكشوف الحقيقية ليظهر الشيخ راضي مختلسا وقد شعرت هذه الممرضة بقلبها النقي وبتقربها من الله أن هناك مكيدة تدبر لهذا الشيخ الفاضل وبدون أن يشعر بها أحد قادتها قدماها بأمر الله إلى باب غرفة مجلسهم وسامعت كل المؤامرة واستطاعت أن تحصل على الكشوف الحقيقية في غيابهما وتضعها في مكان أمين وعندما جاء هذا النائب والمحاسب بالأوراق المزورة لمدير المستشفى ويتهم الشيخ راضي بالاختلاس أظهرت هذه الممرضة الكشوف الحقيقية وقدمتها للمدير الذي قام بطرد الرجلين وفطحهما أمام الجميع وعندما عاد الشيخ راضي وعلم بما حدث من الممرضة سجد لله شكرا وقال صدقت يا رسول الله يا من قلت ومن سترى مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا